معي هنا في السوديو الخبير في تقنية المعلومات المهندس سهايب رهيم الغازي مساء الخير أهلا بك معنا سيد سهايب بغض النظر إذن عن تهمات الدولية اليوم بين أقطاب العالم التي نتحدث عنها ما الذي حدث؟ تقريبا هذا أسبوع واحد من أصعب الأسابيع على الشرطات التقنية من يوم الأحد أو السبت بدت توصل تقارير هو من قبل كذا هي التقارير أو الهجمات بدت من يوم السبت توصل تقارير بأنه صار فيه الهجوم صار بشكل موسع هو كان الهجوم بشكل ضيق وعدين صار بشكل موزع وعلى عدة دول فهو فيروس تم إرساله من قبل الجهات مؤكدة أو مؤكدة مثل ما أنت ذكرتوا تم إرساله إلى كمية كبيرة من الناس يعني ممكن يوصل أي شخص ولما الواحد يضغط عليه كل الملفات الموجودة على الكمبيوتر يتم تشفيرها وبالإضافة إلى هذا يتم مسح الملفات الأصلية طبعاً اللي صار بأنه مو بس المشكلة في الفيروس نفسه وإنما لما يعني مثل استغلوا ثغرة موجودة في نظام تشغيل ويندوز هذه الثغرة موجودة من شهر يعني موجودة من فترة طويلة ولكن في شهر ثلاثة من هذا العام ويندوز نزلوا التحديث إلى ولكن تعرفين تحتاج وقت طويل الشركات لحد ما يحدثون الأنظم ووالدهم ما هي الثغرة وكم تستغرق من الوقت لتنجح؟ الثغرة هي بنظام شاركة الملفات الموجودة على الويندوز فالمشكلة في هذه الثغرة بأنه بعد ما يصير الجهاز على الكمبيوتر من أول ما يصير يبدأ يدور في كل الشبكة في نفس الشبكة يدور في كلها مثلا مستشفى في كل المستشفى ويحاول إسقاط بقية الأجهزة فواحد ينزل واحد غلطان ممكن كافي بأنه يسقط مؤسسة كاملة وهذه الثغرة أنت سألت كم تاخد وقت؟ لأنه بدأ العمل علي كما قلت بدأ العمل على إصلاح هذه الثغرة قلت صحيح؟ هي مايكروسوفت منزلة بنظام تشغيل ويندوز منزلة تحديث من شهر ثلاثة واللي حالياً يصير بالشركات أنهم حالياً يحدثون الأجهزة التي لم ينضربت يحدثوها الأجهزة التي لم ينضربت تقريباً لا يوجد أي حال إليها عن كم شركة نتحدث هنا تضررت بشكل رئيس ودول؟ نتكلم على كل أنحاء العالم 150 دولة و200 ألف جهاز أو 300 صحيح ورد هذه الأرقام نعم هي هذه الأرقام طبعاً في زياد وهي غير عن الأشخاص العاديين اللي ما قاعدين يخبرون عن هذه المشكلة هذا الذي تم حتى الآن إعلان عنه كأرقام دول كما ورد في تقريرنا وشركات يعني ممكن أن نتحدث عن رقم أكبر بالفترة المقبلة بتأكيد كل الأجهزة اللي ممحدثة ممكن بأي لحظة يصبح فيها هذه المشكلة ولذلك ننصح بالتحديث نظام مايكروسوفت نظام ويندوز وكذلك اللي ما عنده أنتيفايروس ينزل على جهازه مهم جداً وكذلك لو كان واحد عنده ملفات مهمة أو ملفات شخصية يأخذ من عندها باكب أو ملفات احتياطية ويحطها في مكان آمن وإلا هي مو أول وآخر طب ولكن عندما نتحدث عن شركات ونريد نعرف ما الذي حدث لشركات عربياً حتى يعني طالتها طالها هذا الفيروس كيف تأثرت وعندما نتحدث عن شركات يعني دائماً ما تقوله بأنه يجب أن تحفظوا الملفات الباكب كيف كشركات مهمة طبعاً هي تقوم بهذا صحيح؟ نعم طبعاً خلينا نقول بالأغلب وهذا البروسيجر المناسب لهذا الموضوع يعني سيكوريتي وايز لازم الشركات تتبع هذه الأنظمة بأنه دائماً تحديث الموظف المفروض لما يوصل إلى إيميل من مكان مجهول ما يفتحها بحيث يعرض كل الشركة إلى خطر بس رغم هذا يعني مثل ما قلنا أنه الشركات تحتاج وقت طويل لحد ما تحدث الأنظمة عادية يعني مثل لما تنزل بشهر ثلاثة ممكن تأخذ إلى شهر ستة ممكن إلى شهر عشرة الشركات تتحدث الآن اختلف الموضوع مادام لقوا الثغرة قاعدين يشتغلون الشركات بأنهم يحدثون الأنظمة ومالتهم طيب يعني نتحدث عن تداعيات خطيرة أم أنه مازال بالإمكان يعني على الأقل خاصة بأنه اتفاقم هذا موضوع والحديث عنه السيطرة على الوضع قليلا خاصة الشركات صحيح السيطرة على الوضع بالنسبة للشركات بالنسبة للأفراد يبقى الموضوع شوي خطر خصوصا ملفاتهم شخصية حاليا ملفات شخصية بالنسبة للشركات قاعدين يتبعون الخطوات المناسبة بأنهم هم يحاولون يتفادون المشكلة ويجدر الذكر بأنه في واحد خبير أمن معلومات صغير بالعمر 22 سنة عمره قدر يلقى طريقة بأنه يوقف واحدة من الخطوات يعني هو الفيروس أول ما ينزل من الجهاز إلى ما في أكثر من خطوة في أكثر من خطوة واحدة من الخطوات بأنه يستخدم الجهاز علشان يتواصل مع مواقع جميل سنتحدث عن هذا الموضوع يبدو بأنه متواصل الحديث عن هذا الفيروس لأن نقطة مهمة كنت تتحدث عنها بس انتهى وقتنا شكرا جزيلا لك على وجودك هنا في السوديو خبير في تقنية المعلوماتية المهندس سوهاي إبراهيم الغازي